موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجة زي أخبار الآن قال المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش بريت ماك جورك أن التنظيم انهار تماما في الحويجة مؤكدا أن مقاتليه يستسلمون بمجموعات كبيرة هناك وكانت الولايات المتحدة هنأت القوات العراقية بتحرير الحويجة وصفة التحرير بالخطوة الكبيرة لطرد تنظيم داعش من الأراضي العراقية أعلن الجيش الليبي تحرير كامل مدينة سبراطا الساحلية من الميليشيات الموالية لتنظيمي داعش والقاعدة بعد أسابيع من القتال وإثر تحرير المدينة أصدرت غرفة محاربة داعش في سبراطا بيانا دعت فيه جميع المواطنين لعدم الدخول إلى المدينة لحين تطهيرها من مخلفات داعش قتل سبعة مدنيين معظمهم من الأطفال وأصيب عدد آخر إثرى قصف لمقاتلات تابعة لقوات النظام السوري على الأحياء السكنية في مدينة خانشيخون في ريف إدلب الجنوبي هذا وكثفت اليوم الطائرات الحربية طلعاتها مستهدفة بلدات الرفة والخوين والحمدانية بالريف الإدلبي أعرب وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف عن أمله بأن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا متوازنا بشأن التزام واشنطن بالاتفاق الدولي للحد من برنامج إيران النووي وقال لافروف إنه من المهم للغاية الحفاظ على الاتفاق النووي بشكله الحالي وأن مشاركة الولايات المتحدة ستشكل عاملا مهما للغاية في هذا الصدد أعلنت الحكومة نيجيرية مساء أمس أن أربعة جنود نيجيريين لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح الأربعاء في كمين نصبه مسلحون لدورية أمريكية نيجيرية مشتركة في جنوب غرب النيجير قرب الحدود معمالي وأضافت أن هناك ثلاثة قتلى وجريحين في صفوف القوات الأمريكية منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2017 إلى منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية آيكان تكريما لجهودها بهذا الصدد منذ عقد وذلك على خلفية الأزمتين مع إيران وكوريا الشمالية في الوقت ذاته أعلنت لجنة النوبل أن على القوى النووية بدء مفاوضات جدية لنزع السلاح النووي في العالم أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الانتعاش الاقتصادية العالمية ترسخ دعية الدول إلى إقرار إصلاحات تهدف إلى تحقيق ازدحام دائم ازدهار دائم وعلى نطاق أوسع ولفتت إلى أن الدول في كل أنحاء العالم تشهد توسعا اقتصاديا متجددا ومستديما يتزامن مع زيادة الاستقرار في البنوك والثقة بالسوق شكرا نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك